شهدينة الثمنة الصباح أنه موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالي الحملاوي تفضلي هالي شكرا جمانة الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت درينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال وزير الخارجية سامح شكري إن قيام بعض الأطراف بغض البصري عن تناول معاناة الفلسطينيين خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أمر مشين وأوضح شكري خلال مشاركته في الحدث رفيع المستوى حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بجينيف أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 75 عاما مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية في غزة مخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كما حذر شكري من عواقب أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح مؤكدا لالتزام الراسخ لدى مصر بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية تستضيف قطر جولة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين والأسرع وذلك في خطوة نحو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وأوضحت مصادر لوكالة رويترز للأنباء أن الوفد الإسرائيلي المشارك في جولة المفاوضات مكون من مسؤولين في الجيش وجهاز الموساد كما أفادت وكالة رويترز أن محادثات الدوحة ستعقبها جولة مفاوضات أخرى في القاهرة في الوقت الذي أعلن فيه الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التطورات في غزة والأراضي المحتلة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وفقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط ضحايا فلسطينيين بأعداد كبيرة جاء ذلك في الوقت الذي رحبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بما وصفته بخطوات السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في غزة كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر قرارا بقبول استقالة محمد أشتية رئيس الوزراء وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة وكان أشتية قد تقدم باستقالته في وقت سابق مرجعا قراره للمستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية دمر الجيش الأمريكي ثلاث سفن مسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن كانت معدى للإطلاق باتجاه البحر الأحمر من المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت في استهداف طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر وأضافت أن جميع الأسلحة تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأمريكية بالمنطقة أعلن رئيس الفرنسي إيمانوال مقهون أنه تقرر إنشاء تحالف أوروبي لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى وفي ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا ضم 20 دولة قال مقهون أنه لا يمكن استبعاد أي شيء لهزيمة روسيا موضحا أن الانتصار على موسكو ضروري لضمان أمن أوروبا تتواصل جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة محاور التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية وكانت جلسات الأمس قد بحثت ملف غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم كما تمت مناقشة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل تحت عنوان قوانين على أجندة البرلمان تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق وتناقش الورشة فلسفة وهدف تقديم التعديلات على قانون حماية المستهلك ومدى مساهمة تغليظ العقوبة في حل مشكلة تخزين السلع وكيفية تفعيل الرقابة الشعبية كإحدى أهم أدوات ضبط السوق ومدى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف صرح مصدر أمني بأن آلية استخراج شهادة التحركات الخاصة بالعمالة لموسم الحجل عام 2024 تتم من خلال الشركات المرخص لها الحق العمالة المصرية بالخارج وأوضح المصدر أن هذه الشركات هي التي ستتولى استخراج شهادة التحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتسليمها لصاحب الشأن دون الحاجة لتردده على مقرات إدارة الجوازات انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل